الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الأول من نوفمبر تطورات كثيرة القوات الروسية تواصل تقدمها ولكن هناك أيضا خرق أوكراني في اتجاه روسيا سنتحدث عنه وسيطر أوكرانية على أحد البلدات طبعا القوات الروسية واصلت تقدمها في منطقة دانياتسك تواصل التقدم في هذه المقاطعة بشكل كبير وقد استطاعت السيطرة في التقدم في جنوبية تحديدا بين نوفو يوكرينكا وبويافلينكا أحبائي تابعوا الفيديو حتى النهاية لو سمحتم ساعدوني على مشاركة هذا المحتوى ليصل لأكبر قدر من الأشخاص ليستفيدوا من هذه المعلومات التي يقدمها وشكرا لكم في هذه المنطقة الواقعة بين نوفو يوكرينكا وبويافلينكا تقدمت الوحدات الروسية بعمق كيسة 3 كم وربع على طول المنطقة الزهرية هنا إضافة إلى بمتداد 6 كم تقريبا القوات الروسية سيطرت على هذا الطريق الواصل بين بويافلينكا وتواصل عملياتها العسكرية باتجاه الطريق الرئيسي إلى الشمال الذي يربط شاختارسكي بيوسبينوفكا هناك نكون قول مسعى كبير وجدي من القوات الروسية للوصول إلى إسبينوفكا عبر التقدم على طول الطريق هنا باتجاه تريدوفي وضحكة إسبينوفكا وعلى التقدم على طول الطريق هنا باتجاه مكسيميفكا وضحكة إسبينوفكا وفي نفس الوقت تسعى القوات الروسية للتقدم نحو هذه المنطقة من الجهة الشرقية طبعا عمليات مكثفة للجيش الروسي تسعى من خلالها للسيطرة على هذه البلدة لماذا؟ وأيضا على مكسيميفكا دون أن ننسى العدف من هذه السيطرة وعدف من هذه المحاولات هي الوصول إلى ما بعد هذه المنطقة باتجاه عن ريفكا وفي نفس الوقت الضغط على خطوط الإمداد الأوكرانية هنا يوجد نحو تلاحظون بلدة 2, 3, 4, 5, 6 ستة بلدات يتم تغذيتها انطلاقا من إسبينوفكا وبالتالي يحاول الروس قطع خطوط الإمداد عن كامل هذه المجموعة من البلدات والقرى في حال استطاعوا السيطرة على إسبينوفكا لذلك هذه أهمية هذه المنطقة خاصة وأن وحدات الجيش الروسي تواصل عمليات عسكرية كبيرة باتجاه كوراخوفي لذلك هذه عملية شاملة للجيش الروسي تهدف من خلالها لزيادة وطيرة الضغط وطبعا بالعمليات العسكرية وطبعا عبر الضغط على خطوط الإمداد الأوكرانية فكما أشرنا في وقت سابق عدة مرات خطوط الإمداد هي الشريان وحياة وقطعها يعني عدم صمود القوات الموجودة لوقت كاف طبعا الأمر في الأمن وقت فقط نفسه القوات الروسية تواصل على العملية العسكرية باتجاه فيليكا نوفوسيلكا تحاول التقدم باتجاه روسدوني وجنوبا تحاول التقدم على طول المنطقة هنا لذلك كما تلاحظون هذه عملية ضخمة للجيش الروسي في جنوب مقاطعة دانياتس كما تلاحظون ففي الأشهر السابقة سيطرت الوحدات الروسية على هذا اللون الأحمر وبالتالي تلاحظون حجم التقدم الروسي نحو حدود مقاطعة دانياتس كونة عند هذا الخط الأصفر طبعا فيما يتعلق باتجاه كوراخوفي كان هناك عدة تقدمات للجيش الروسي بداية استطاع الجيش الروسي السيطرة على قرية كريمينة بالكا تقدم الجيش الروسي هنا بعمق يصل إلى 1.84 كيلومات وبعمق 3.60 كيلومات استطاع من خلالها إحكام قبضته على كريمينة بالكا وفي نفس الوقت بدأ بالدخول باتجاه دخلت القوات الروسية بكامل قواتها بهذا الاتجاه دخلت القرية وأصبحت القرية رمادية بمعنى آخر يوجد الطرفين في هذه القرية الموجودة هنا تحوي وحدات لواء الخامس والعشرين ولواء الخامس دبابات أوكرانية وغيرها من التشكيلات التصدي للهجوم الروسي ولكن القوات الروسية تواصل التقدم أيضا من الجهة الشرقية هناك ضغط حيث تقدمت الوحدات الروسية بعمق يصل إلى كيلومتر ونصف باتجاه نوفوساليديفكا وبامتداد ثلاث كيلومترات ونصف تقريبا استطاعت القوات الروسية السيطرة على جزء أكبر من نوفوساليديفكا وتبقى جزء بسيط منها تحت السيطرة الأوكرانية إضافة إلى جزء من هذه القرية وبالتالي القوات الروسية تسعى لأعملية كبيرة في هذا الاتجاه للسيطرة على كامل هذه المنطقة يمكن قول شمال كوراخوفي في هذا الاتجاه أيضا التقدم الروسي كان مستمرا حيث استطاعت القوات الروسية السيطرة على محيط فوفشينكا في هذا الاتجاه كان التقدم بعمق يصل إلى 1.60 كيلومتر وبامتداد ثلاث كيلومتر استطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة تلاحظون أن قوات الروسية تضغط بشكل كبير في هذا الاتجاه على هذا النحو وتحاول الانطلاق نحو هذه الكرة هذه البلدات للوصول إلى هذه المدينة كوراخوفي من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية في وسطها وفي كامل اتجاهاتها طبعا أيضا الهدف مستمر من هذه المعركة هو نفسه أيضا الوصول إلى أندرييفكا كما تعلمون تحاول القوات الروسية الوصول إليها من كافة الاتجاهات وليس فقط من اتجاه واحد لذلك هل ستنجح القوات الروسية في الحصول على أندرييفكا هل ستنجح في الوصول إلى حدود مقاطعة دانياتكا والاقتراب من هذا الخط الأصفر طبعا أسئلة الوقت سيجيب عنها فقط لا أحد يمكنه توقع أو معرفة ما سيحصل إضافة إلى ذلك حبائي كما تلاحظون هناك عمليات ضغط مستمرة في الخطوط الأمامية كما شرت لكم بالأمس الجيش الروسي يضغط في الخطوط الأمامية لإبقاء القوات الأوكرانية هنا منشغلة في خط دفاعي على هذا النحو ومنع القوات الأوكرانية من إرسال تعزيزات إلى المناطق سواء الجنوبية هنا أو الشمالية هنا لوقف التقدم الروسي إضافة إلى ذلك القوات الروسية تضغط بشكل كبير في هذه المنطقة بالقرب من بنوغراد في هذه المنطقة هناك ضغط روسيا على طول هذا الخط تحاول القوات الروسية التقدم أيضا تحاول إشغال القوات الأوكرانية أما أحبائي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية باتجاه كريمينا هناك عمليات عسكرية متواصلة في اتجاه كريمينا ولكن هناك في نفس وقت محاولات أوكرانية للضغط واستعادة ما خسروه ولكن هجماتهم كثيرا بمكان ما ضعيفة بمعنى آخر لا يستطعون الهجوم بأعداد كبيرة فيما تواصل الوزاعة الدفاع الروسية إعلان سيطرتها على المناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق طبعا البلدات جميعهم يتم الإعلان السيطرة عليها بشكل كامل بعد التأكد من تطهيرها كما يكونون في العالم العسكري طبعا إضافة إلى ذلك نتحدث عن الخرق باتجاه منطقة بيلغورات كأنه خرق في المنطقة هنا في شمال خاركيف استطاعت القوات الأوكرانية السيطرة على بلدة أوبتيفكا والتقدم بعمق 3.7 كم وبعد 4.5 كم واستطاعت الاختراك طبعا الاختراك هو عند هذه المنطقة فقط أما الباقي داخل منطقة داخل أوكرانيا وبالتالي القوات الأوكرانية تحاول الضغط باتجاه زوريفليفكا ولكن القوات الروسية حاليا تتصدى لهذه الهجمات هذه منطقة كبيرة يمكن التصدي من خلالها للهجمات الأوكرانية ليس كمنطقة كورسك منطقة زراعية مساحات مفتوحة لا يوجد منازل إضافة إلى ذلك هنا يوجد حشد أوكراني ولكن أيضا في نفس الوقت يوجد قوات روسية موجودة في هذه المنطقة تتصدى لكامل هذه الهجمات أحبائي معركة ليست بالسهلة إطلاقا إضافة إلى ذلك القوات الأوكرانية تواصل إرسال المسيرات نحو العمق الأراضي الروسية كانت محاولات لمهاجرة نصف التفت في ستافروبول ولكن تم إفشالها إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بموضوع منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف العمات العسكرية الروسية متواصلة تلاحظون بهذا اللون الأحمر كيف تضغط القوات الروسية بشكل كبير نحو منطقة كوبيانسك تحاول السيطرة على هذه المنطقة حيث تنتشر القوات الأوكرانية ويوجد نصف مدينة كوبيانسك في الجهة الشرقية من النهر إضافة إلى ذلك هذا كان كل شيء أحبائي أي جديد سوفقكم به لاحقا لا تنسوا الانضمام إلى القناة مساعدتي في مشاركة الفيديو وشكرا لكم دوما على وقتكم الثمين وإلى اللقاء بفيديو آخر